في موضوع التلحين، الملحن هو بيختار المطرب ولا العكس؟ يعني ممكن المطرب يقول أنا عايز الملحن الفلاني نفسي يعمل لي لحن وفيه ألحان بتبقى مع الملحن يقول اللحن ده ينفع للمطرب الفلاني فيعني الاتنين معاً ممكن يختاروا بعض يعني يعني لقيت نفسك وجدت نفسك مع مين أكتر؟ أنا اشتغلت مع مع محرم فؤاد ومع محمد رشدي ووزعت لهم الأغاني القديمة بتاعتهم بتوزيع جديد يعني أنا حافظت على القيام بتاع الأغنية نفسها ولكن بتوزيع جديد بطريقة أحدث شوية طبعاً مطربين الجداد فيه كتير بقى يعني فيه الغلبية العظمى اشتغلت معهم زي مثلاً عن الحجار زي محمد الحلو زي محمد سارود متحة صالح اشتغلت معها لطيفة أنغام شيرين طب فكرنا بأهم ألحانك حاجات كتير زي عمر دياب برضو حبيبي على باله مثلاً أمارين عودوني أصلها بتفرق أهم الفراء سنين يومينهم يعني عدد كبير 70% تقريباً من حاجات عمر دياب أنا أعملها التوزيع الموسيقى بتاع الوثريات يعني على الحجار ريشة ويا ريشة يعني الواحد اللي ما بيحاول افتكر متحة صالح متحة صالح المليونيرات وأنا وياه بعيز دي المليونيرات ودي من الأغنية من الأغاني اللي ما حطتش فيها كمان جات عملتها بيك بورد بس ونجحة نجاح مدوي يعني ونجحة نجاح مدوي يعني